موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلقة جديدة من برنامجكم برنامج ملاعب بلدنا مبروك فوز النادي الأهلي بثلاثية نظيفة على نادي المريخ السودان في افتتاحية دوري أبطال أفريقيا وطبعا نادي الزمال القادر على التعويض في مباراة العودة على مولدية وهران الجزائري بعد تعادله السلبية بدون أهداف في القاهرة طبعا الأهلي طبعا لعب نظيف طبعا أداء جيد نتيجة متوقعة للنادي الأهلي في ظل طبعا الحالة الجيدة للنادي الأهلي وإن شاء الله بإذن الله يحقق الفوز في لقاء العودة أيضا طبعا معايا نتائج الممتاز به طبعا نحن استعرضها سريعا بالنسبة لممتاز به المجموعة الأولى وهي مجموعة الصعيد طبعا مجموعة طبعا صعبة ولكن الشرقية للدخان يتصدر هذه المجموعة وإليكم طبعا نتائج هذا الأسبوع فوز نادي الفيوم على بطرول السيود بهدف نظيف وفوز بني سويف على سهاج بهدفين مقابل هدف وفوز الفنات بني سويف على طهطة بهدف نظيف وفوز الألمونيوم على أسمنت أسيود بهدف نظيف أيضا والمينيا والشرقية للدخان يتعدلان بدون أهداف وفوز مركز شباب سمسة أحد أندية بن سويف على شبان المسلمين بقنة بهدف نظيف وتعادل إيجابي ما بين ديروت وبين قنة بهدفين لكل منهما دية المجموعة الأولى مجموعة الصعيد أما المجموعة الثانية مجموعة بحري فوز بلدية المحلة على مالية كفر الزياد بهدفين نظيفين وفوز فاركو باكتساح على أبو قير للأسبدة بثلاث أداف مقابل هدف وفوز الرجاء على سبورتنج بهدف نظيف وفوز بيلا على بني عبيد بهدف نظيف والفيوم على بطرول أسيود بني عبيد على بيلا فوز بيلا على بني عبيد بهدف نظيف طبعا كفر الشيخ وألعاب ضمنهور التعادل الإيجابي وحرس الحدود والأولمبي برضو التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما طبعا المجموعة الثالثة مجموعة القاهرة فوز نادي زد على نادي الزرق بهدفين نظيفين وفوز الترسانة بأربعة أهداف على بورتو السويس وتعادل النصر والمريخ بهدف لكل منهما وسرس الليان ومنتخب السويس يتعادلان بدون أهداف وجمهور الشبين والداخلية تعادل سلبي أيضا طبعا الترتيب بالنسبة لمجموعة المجموعة الأولى مجموعة الصعيد الشرقية للدخان في أسبوع الثالث عشر يحتل الصدارة برصيد ثلاثون نقطة يليه ألمنيا بخمسة وعشرون نقطة وديروت باثنين وعشرين نقطة والألمنيوم باثنين وعشرين نقطة والإعلاميين في المركز الخامس برصيد عشرين نقطة أيضا تلاتة وعشرين نقطة وفي المركز الثالث نادي الداخلية برصيد اتنين وعشرين نقطة أبو قير للأسمدة برصيد اتنين وعشرين نقطة وحرس الحدود في المركز الثالث برصيد تسعة عشر نقطة طبعا ديت كانت نتائج الممتاز به في المجموعات الثلاث طبعا نحن يكون معايا الكابتن وجدي علوة مراسل البرنامج وحصد طبعا لقاءات القسم الثالث بالنسبة لمجموعة الشرقية طبعا نادي المجد يتصدر مجموعة الأسكندرية في دور القسم الثالث وأيضا نادي صيد المحلة يتصدر دور القسم الثالث طبعا لمحافظات الغربية وكفر الشيخ بعد فوزه على مركز شباب الحنفي بثلاثية بثلاث أهداف مقابل هدفين أما مركز شباب كوم حماد يلي في المركز الثاني أو متسويين بالنقاط طبعا لكل منهما 28 نقطة طبعا متسويين في عدد مرات الفوز ولكن طبعا الأهداف هي سيد الموقف معايا الكابتن وجدي علوة مراسلنا من محافظة الشرقية أهلا وسائل كابتن وجدي أهلا بك كابتن أحمد تحياتي لك ولمشاهدينك الكرام في كل مكان كابتن وجدي أخبار القسم الثالث في محافظة الشرقية وبالأخص النادي الشرقية العريق اليوم كابتن أحمد أقيمت مباريات الأسبوع السامن المؤجل في المجموعة العشرة بالقسم الثالث والتي تضم فراء محافظة الشرقية والمنطية مباراة قمة المجموعة كانت بين فهوش المتصدر وبالبيس وانتهت بفوز بالبيس بهدف نظيف والشرقية سقط على ملعبه من مئة خلقات بهدف مقابل لشيء وهي النتيجة التي أعقبها استقالة الجهاز الفني الفريق في قيادة الدكتور مصطفى الزكي وحتى الآن لم يتم قبول الاستقالة أو تعيين مدير فني جديد للفريق وغزش بين فز على ملعبه على مدير مقابل لشيء نعلى كابتن أحمد الاستقالة طبعا دليت للمرة التانية أو أول مرة لأسبوع الماضي برضو كان فيه هو بعد هزمة السبت أمام فقوس استقال ولا يوجد أي رجل فاعل من النجلة المؤقتة التي تدير شوية النجلة كابتن أحمد تمام شباب الرمل خسر على ملعبه خسارة سقيلة من شباب بطا خمس أهداف مقابل لشيء شباب ديارب خسر أيضا على ملعبه ووصل السقوط نحو القسم الرابع بقوة من شباب أحمد بعدتين مقابل لشيء ومنوف أيضا فاز على شباب أرابي بعدت مقابل لشيء واعقد المجراء أيضا استقالة كابتن ميدو أطلع المدير على الفني لشباب أرابي وميد خلب فاز فوز عريض على نادي ديارب بخمس أهداف مقابل لشيء السدارة حلان كابتن أحمد فوز 28 لقطة بالبيس يتقاسم السدارة معه 28 لقطة الشرقية 26 لقطة بعد أنها لها زياناتين المتازلاتين الثبت والسلاثاء وميد خلب 25 لقطة في المركز الرابع ومحمد القادم بقوة نحو المنافسة على الصعود 21 لقطة في المركز الخامس وقيم السبت كابتن أحمد نهائي دور المركز الشباب الشرقية كان بين مركز شباب العدوى ومركز شباب ميد حمل انتهى بفوز مركز شباب العدوى بضربات الجزائز الترجحية وصعودهم لفصويات الجمهورية وفي القسم الرابع أيضا يواصل شباب فاقصار بإحساراته وأنها الدور الأول بيتصدر الدوري برصيد ساعتاشر لقطة يقول فانهم كابتن أيمان بشاني ورئيس النادي الأستاذ محمد فروة كنتي كل أخبار الشرقية اليوم تحياتي لك كابتن أحمد ولمشاهدنا كنترون شكرا جزيلا كابتن وجدي علوان مره السنة من محافظة الشرقية طبعا نادي فاقوس وبالبيس طبعا زي ما أشار إلينا الكابتن وجدي طبعا يقتصم الصدارة برصيد 28 نقطة لكل منهما وطبعا نادي الشرقية في المركز الثالث بعد هزيمته اليوم طبعا عايز أتكلم عن حاجة مهمة جدا توقف مصابقات الناشئين طبعا الاتحاد المصر لقوض القدم يرجع مسابقات الناشئين لأول إبريل لغاية شهر أربعة السبب الرئيسي لا نعلم جائحة كورونا التدريبات شغالة والمباراة الودية شغالة إيه الفرق ما بين المباراة الودية والتدريبات والمباراة الرسمية في وجود حكام المباراة طبعا جائحة كورونا طبعا يجب طبعا يجب اللي احنا نخف على بعضينا وطبعا الاحترازات الوقائية مطلوبة ولكن شمعنا مصابقات الناشئين ده جميع الفئات أو شكل أو جميع أشكال المسابعة من دوري جمهورية لدوري قطاعات لدوري منطقة طبعا مش عارفين إيه السبب الرئيسي غير كورونا التدريبات شغالة والنشاط شغال والحمد لله فيه استقرار فيه استقرار نسبي فيه النشاط الرياضي لجميع المسابقات ولكن فيه رأي آخر فطبعا معايا الكابتن فريد الجزار المعلق الرياضي بالتلفزيون المصري أهلا وسهلا كابتن فريد أغبارك كابتن أحمد من أول ومن أول ودورك الكرام حبيبي أغبارك كابتن فريد والله الحمد لله والكابتين أنت أخبرك إيه الحمد لله طبعا ببارك النادي الأهلي طبعا بفوزه اليوم على نادي المريخ السوداني بثلاثية طبعا طبعا النادي الأهلي النهاردة أزمد طيب النهاردة وكان ندقوا جدا الإمكانيات برضو كابتن أحمد عند النادي الأهلي كبيرة وكان فيه برضو فرص كبيرة ضائعة جدا وراجع معنويا كابتن فريد معنويا أن المعنوات مرتفعة جدا طبعا بعد حصوله على البرونزية في بطول كأس العالم الأندية بقطر طبعا كابتن أحمد النادي الأهلي أدى قويس جدا جدا في كأس العالم وأيضا حصوله على المركز الثالث باستحقاقه وقداره وأداء حلو جدا في المباراة الأخيرة والنهاردة يتصدر مجموعته في دورة أبطال أفريقيا بالثلاثية أمام المريخ السوداني إذن النادي الأهلي ماشي بخطة سابتة وماشي بريتم معين وعنده لعبة كبيرة وعنده لعبة عندها خبرات كبيرة وعنده مدرب عارف وبيع المدهي وعنده مجلس قدارة محترم إذن بنبارك لجمهور النادي الأهلي بنبارك لجمهور مصد الكاملة وأرد لك المريخ السوداني لأنه يصعد مع النادي الأهلي كابتن فريد بكلم عن توقف النشاط بالنسبة والمصابقات بالنسبة لدوري الناشئين بمختلف مراحله السنية وبمختلف طبعا عنواع وإذا غير جمهورية أو قطعات أو مناطئ إيه رأيك في هذا القرار المفايد؟ الله كابت نحمد أنا كنت شايف أن الأمور ماشية بخطة وكان فيه استقرار آه يعني كنت ماشية بخطة سفتة زي ما نقوله كان ممكن الدنيا تمشي والأمور تكتمل مش فاهم هل القرار ده معناه إيه؟ يعني النهاردة أنت بتوقف أجيال كاملة عشان يعود تاني للموسم اللي بعد كده بتحتاج وقت كبير جدا عشان تعيد اللعيبة وتعيد القطاع وتأهل اللعيبة وتختار اللعيبة والنهاردة أنت عطاعت مسافة صعبة جدا النهاردة بدأت الموسم مع جراءات وقائية وفجأة قلتي خلاص يتم انتهاء الموسم طب على أي أساس؟ طب هل في مشكلة؟ عشان أنت تقدر تعرف ده في دورة جمهورية وفي لعيبة حتوق في البيت والنهاردة عشان ترجع اللعيبة دي محتاج وقت كبير وانت عارف حضرتك والقصة بقى أنك عشان ترجع العيب تاني والعيب يعمل تأهيل ويعود من جديد محتاج وقت لكن النهاردة يريد نظرة تانية ممكن لسه في عمل تحت الكرة ينظر بعين الرأفة لقطاعات النشئين وأيضا الأمور المادية المكلفة لدى كل قطاع فالنهاردة الدنيا مش نظهر إن شاء الله طبعا نأمل كابتن فريد إن شاء الله بإعادة هذا القرار طبعا لأنه طبعا الجو الحمد لله تمام وفيه استقرار نسبي بالنسبة للرياضة وإن شاء الله بإذن الله يعني تبقى الأمور كويس شكرا جزيلا كابتن فريد الجزار المعلق الرياضي بالتلفزيون المصري طبعا بالنسبة لتوقف المسابقات بالنسبة للناشئين طبع العودة في إبريل كده الأولاد حيعودوا شهرين شهرين متتاليين عادين أو بيتمرانهم مفيش مشاكل لكن أنت العودة أنت جايلك شهر رمضان الكريم طبعا المعظم طبعا مفيش مباراة ناشئين بتقام في هذا الشهر الكريم طبعا للصيام وظروف الجو بعد كده بعد كده العيد العيد طب حتستقن في المصابقة بعد العيد احنا طبعا جميع الأندية بتبدأ بعد العيد طبعا فترة الاختبارات وبداية موسم جديد فبناء عليه كده الموسم حيتلغي عاصل كده أنت داخل على رمضان هتعمل مسابقات ايه؟ هتكمل الضور الأولان اللي هو لم يكتمل ولا هتلعب دور تاني ولا هتصفي قطعات ولا هتستأنف دور الجمهورية الوضع هيكون ازاي؟ أكيد طبعا مليون في المية هو إرجاء ثم إلغاء ولكن توقف المصابقة طبعا يعني للأسف الشديد شايفين استقرار شايفين الحمد لله في قلة في عدد الإصابات لفيروس كورونا المسجد شايفين طبعا المصابقات بتقام في جميع مناطق الجمهورية بانتظام ولكن القرار المفاجئ بعد العودة وبعد الاستقرار وبعد كل فريق خلاص حيفنش الدور الأول متصدر ولا في المركز الثاني أو الثالث أو الرابع صعد قطعات ما صعدش قطعات طب الفرق اللي صعد حصلت على أول بطولة المناطق وضعها إيه؟ هل حتستأنف دور قطعات؟ طب شكل الموسم الجديد حيكون شكله إزاي؟ فطبعا نظرة للناشئين للناشئين هم النواة الحقيقية لمعظم الأندية وبالأخص للفريق الأول لأن طبعا كل نادي غير قادر على شراء لاعبين النظرة الأولى بتكون لقطاع الناشئين علشان طبعا يتصعد يتم تصعيد لاعب أو أكثر طبعا عشان الناشئين طبعا هم ثمرت النادي وهم النواة الحقيقية لكذا قطاع بالنسبة للأندية طيب معايا الكابتن هاني البجبيشة المدير الفني بنادي أسمنت حلوان لموليد تسعة عرصين أهلا وسهلا كابتن هاني أهلا بك كابتن أحمد وتشرف دايما بتوجده مع حضرتك حبيبي كابتن هاني كابتن هاني بنتكلم عن إيقاف المسابقات لجميع المراحل السنية طبعا هذا القرار المفاجئ رأيك فيه هو إرجاء بس احنا بنقوله توقف إيه رأيك في هذا القرار كابتن هاني حبيبي كابتن أنا شايف أن موضوع التوقف النشاط الرياضي ده ويعتبر أنا باعتبره للمسم التاني على التوالي هيأثر بالسلبة على جيل كامل من النعيبة بصراحة شايف الموضوع أصلا ما كانش فيه مش شايف تواعي أو فيه حاجات تقول إن إحنا نوقف النشاط خصوصا أنا شايف إن الأعداد مفيش أعداد أو فيه تزايد أو فيه خطورة لإن النشاط كان قبل كده استكمل في ظل أعداد كان الموضوع صعب يعني في الوقت ده كان الموضوع صعب واستكمله فأنا مش فهم بصراحة أو مش شايف مبرر إن كمان يقولك كمل الأندية تشتغل عادي وتمرع عادي وأشفهم سابقات قال هو التجمعات في الأندية والتمرين مش شايفة فيه تخالط فالناس بتنتقد نفسها ويتشارك إن الموضوع يعني بصراحة صعب جدا طب إحنا طبعا بالنسبة لفريد 69 عندك كابتن لعب كم مباراة وبغي كم مباراة ولا انتهى الدور الأول طبعا كانت إحنا أنا باعتبرها إحنا ما لعبناش دوري أصلا لأنها دي تصفيات بس إحنا لعبنا تصفيات المفروض إن هي مؤسلة للقطاعات والصوبر كاهرة ومنطقة الكاهرة وكانت عبارة عن مجموعة فيها عشر فرق لعبنا تسعة مباراة أنا طبعا فنشت رابع يعني المفروض إن أنا ألعب صوبر كاهرة اللي هي طبعا ما فيه صوبر كاهرة لكن خلاص بقى ولا صوبر ولا كل بطر حتى أه فضيعوا طبعا مجهودنا مع اللعيبة لأن ده موسم إحنا اشتغلنا فيه وعملنا فترة تعداد وتعبنا فيه واللعيبة تابت وكان فيه طبعا أمل عند اللعيبة إن هي تكمل وتلعب صوبر كاهرة وتلعب كتار فطبعا الموضوع كله طبعا نفسيا كمان بعيدا عن أي حاجة كابتن اللعيب بالدمبر نفسيا أنا معظم اللعيبة بتتلمه لا اللعيب خلاص طبعا أنت أعدتوا اللعيبة ولا مباراة ودية ولا إيه ولا الوضع ماشي إزاي؟ بص يا كابتن أحمد طبعا معظم الأندية بتيجي بتقولك الماديات والكلام ده أعايز يوفر بقى مرتبات مدربين أعايز يوفر بس إحنا عمتا نشغالين لغاية بس شهر اتنين كمان وبعد كده الموضوع هي بصعبة خلاص يعني اللعيبة دي كلها اعتقد في الجيد إن شاء الله كده نلقوا كده فيه إيجابية لقطعات الناشئين شكرا جزيلا كابتن هاني ألبش بيشي المدير الفني لموايد تسعة واسين بنادي أسمنت حلوان طبعا فيه نقطة برضو مهمة موايد تسعة واسين وموايد ألفين ما استفدوش هذا الموسم بأي حاجة إذا كان بيلعبوا فيه دوري طبعا منطقة أو بيلعبوا دوري جمهورية ما فيش استفادة نهائيا بالعلم إن هاتين المرحلتين طبعا كل التنبؤات بتقول إنها ملغية هذا الموسم يعني آخر سنة ليهم السنة دي والسنة الجاية فريق أول طيب السنة دي تعملت ملعبوش حاجة وضعهم حيكون هي هل حيتم إلغاء هاتين المرحلتين أم حيلبقاء عليهم عليهم في الموسم القادم ما احنا برضو عايزين نشوفه عايزين نشوفه موايد تسعة واسين وآلفين ولا لعبوا السنة دي حاجة تلات اربع مرشات وما استفدوش استفادة قصوى بدوري قوي يفرز بعض اللاعبين الناشئين للفريق الأول أو للمنتخبات الوطنية طبعا بالنسبة برضو ما زلنا في نقطة توقف المصابقات الخاصة بالناشئين طبعا أكيد في مرضود إيجابي الدولة حريصة كل الحرص على طبعا أولدنا ودي أهم حاجة طبعا ولكن تدريبات شغالة جو كويس في استقرار الحمد لله لصابات قليلة إلى حد ما ولكن في نظرة طبعا من وزارة الصحة ومن السادة المسؤولين بالدولة والخوف على هؤلاء الأبناء ولكن يعني النشاط شغال أنا مش أبرر ولا فيه نقض ولكن أو تناقض ولكن الأولاد عايزين يلعبهم الأولاد في قمة يعني المرح والسعادة الدراسة زي ما احنا شايفينه زي ما احنا عاشين الظروب برضو الخاصة الأولاد قاعدين قاعدين في البيت ملازمين الكتب مثلا أو عايزين اللي أنا أطلع اللي عندي بالنسبة للنشاط معي أمين ألو السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كابتن أحمد الله خليه زي كابتن أخبارك إيه كابتن مصفى لا Shane كان ما Future كابتن مصفى ناجي كابتن مصفى ناجي أخبارك الحمد لله والله تماما كابتن الشقيق الأصغال كابتن أحمد ناجي طبعا مدربنا كبير חبيبي كابتن مصفى أخبارك إيه الحامل إيه حبيب أخبارك والله الحمد لله كابتن مصفى بالرغم أن أنتم متصدرين دوري منطقة إسكندرية في مراحات ألفين واثنين صحة كلا ألفين وواحد 2001 تمام طيب كلمني بقى عن توقف المسابقة شكل الفريق بقى ازاي شكل القطاع هل فيه تدريبات متواصلة ولا تم إيقاف التدريبات أنا بس عايز أقول لحضرتك أنه هم يعني القرار ده يعني قتل موليد 2001 و 2099 لأن اللعيبة دي يعني ممكن 2029 نلعبوش تاني ومستقبلهم روح مش كل اللعيبة حتى قدر تستطيع على الفريق أول وبعدين حتى المسابقات اللي بعد كده يعني أنا بدأ من شهر 7 اللي فات وعمل فترات إعداد ومشات ودية ومصاريف علشان نخش المسابقة بشكل جدي علشان أنت عارف قدرتك أن اللعيب على بال ما يوصل للمستوى بطيعة وبياخد وقت طويل بعد مرحلة طويلة من الأعداد البدني العام والأعداد البدني الخاص وكل الحاجات دي ومطبع إرهاق على الأندية ومصاريف جمدة جدا وإمكاني إمكانيات الأندية في السندرية السندرية فيها أندية كتيرة جدا وإمكانياتها يعني يدوبك لمشي المسابقة من معادها اللي حديده الصعاد الكورة من المعاد اللي حتنتهي فيه اللي حيتبع الصدقات يكمل واللي مش حيصعد لايكملش لا تتخبرنا بالقرار الغريب ده خالد قرار يعني أنا مش فاهم برغم من اللي كان فيه استخرار لعبنا لما كانت الحالة صعبة جدا يعني إحنا لعبنا في الكورونا والحالة صعبة جدا ليه قرار ده في الوقت ده وهي واحدة أربعة ده كنا خلطنا واستقبلنا رمضان والأولاد عيدت وبعد كده حيخلصوا حيخصوا على الامتحانات يعني انت حضرتك بعد العيد لا امتحانات الدور الأول معظم يعني بقيت يوم ويومين وتقريبا ما فيش وحيبقى كل الاعتماد على امتحانات الدور الثاني وكل اللعيبة من الأول لتسعة وتسعين لغاية الالتين واثناشر عندهم امتحانات بعد العيد يبقى احنا بتحضرتك كده يا إما بتوقف اللشاط وتقتل كل المنتخبات يعني احنا عايزين منتخبات عايزين لعيبة تلعب في ناشئين مصابقات خوية وعايزين منتخبات خوية عشان يه وانه قعد للفريق الأول ايه القرار الغريب ده يعني انا مش عارف حتى سألنا الحاج عامر حسين طبعا رئيس الاتحاد الكورة في السندرية فقال ان هي دي تعلمات وانه هو ما عندهش مبررات ولا أسباب يعني كنا نتمنى نعرف ايه سبب الإصاف يعني حتى بدل ما كانوا يعملوا مساحات للولاد على حساب الاتحاد الكورة ويجوا مطمئنين أكتر ويحددوا لا فجانا انك فيه استيطار وإهمال اللعيب اللي توسط على نادي السك الحديد تمام كنت قلت بالعب ماتش والواد يعني قاعد بينه بينه عشرين متر والغريب ان اللعيب مات والحكم استكمل المباراة كان فاضل دقيقة كان الواد وقع في الدقيقة أربعة واربعين والحكم لعد دقيقة والولاد مرمى على الأرض كابتن مصطفى ايوه انت كنت في المباراة دي تطرف في هذه المباراة كان عندي ماتش من ملعب الرئيس تمام اه يعني انا شفت الولد ده وشفت الاياب تجل عليه وكده وفتاع وراح الدكتور بتاعنا بتاع الفرقة لانهم ما كانش معهم لا دكتور ولا عربية الاسعاف الوما لان السكة وراح الدكتور وشافه وكده وفتاع فقال ان هو يعني كان بلع لسانه وكده والصدح ان هو يعني يجب له سكتة من يعني الواد يعني عمل مجهود كبير الاسعاف جاء بعد قدية كابتن مصطفى يعني الاسعاف قاعدت بتاع تلك ساعة كده يعني عشين ديه ما كانش فيه اسعاف لا ما كانش فيه اسعاف بس الحاجة عمل حسنا الله يكرمه يعني دلوقتي ما في العرش ولا مباراة لازم طيب المفروض كان من الاول طيب يعني عشين ديه المفروض كان من بداية المسابقة هو بدأ المسابقات بدون عربة اسعاف فعلا والله يعني الحاج عمل حسين برضو يعني بيبنى مجهود كبير بس امكانيات الاندية يعني فيه اندية دلوقتي بيعمده ما شمعهش يجيب ثمن عربات الاسعاف وبيخسر ما نتكلمه عن عربات الاسعاف دي ان شاء الله دلوقتي حالا بالنسبة لمنطقة اسكندرية شكرا جزيلا كابتن مصطفى ناجي مدير حراس مرمى نادي اصحاب الجياد بمنطقة الاسكندرية لقرة القدم طبعا ما زلنا فيه توقف مصابقات الناشئين وكذلك مهرجانات البراعم قلنا تسعة وتسعين ومؤيد الفين كده شكرا الموسم حتى ما سفدوش منه بحاجة حيقولك الاسعناف في شهر اربعة اسعناف داخل عليك شهر رمضان وداخل عليك العيد المبارك وداخل عليك الامتحانات حتستنف في ازاي حتستنف في شهر رمضان ولا حتستنف في الايام العيد ولا حتستنف في ايام الامتحانات ولا حتستنف بقى في شهر سبعة شهر سبعة احنا عارفين او شهر ستة بداية الاختبارات للاندية وبداية موسم جديد فطبعا جميع او كل التكهنات بتقول طبعا بعد هذا الارجاء سيكون الالغاء وعلى مسير طبعا بنقول الالغاء لان طبعا الواقع هو ده مفيش مفر منه الا اذا بقى حصد معجزة مفيش امتحانات السنة دي يبقى خلاص نلعبه بعد بعد العيد طبعا بالنسبة لتوقف المسابقة طبعا موليد موليد 2007 اللي كان بتلعب برضو 11 تم يقاف المسابقة البراعم برماتها جميع فرق البراعم طبعا قرار سيادي طبعا نحترمه من الدولة ولكن كان فيه استقرار مباراة الوداد المغربي كانت ستقام في المغرب ولكن قالك لأ ان نقولوها مصر عشان فيه استقرار فيه حاجة كويسة في مصر طب انت بتستقبل مباراة الوداد المغربي طبعا فيه البطولة الافريقية والدولة ذات نفسها في المغرب رفضت اقامة المباراة ولكن فيه استقرار رياضي في مصر الحمد لله الحالات مش فيه ما فيش تزايد تمام وسمحت السلطات طبعا والاتحاد المصر لقواد القدم السماح لهذه المباراة اللي تقام على أرض مصر ولكن كنت تخلي بقى الناشئين ده منتشافن فيه استقرار نزبي ولكن أخيرا نحترم قرار الدولة القرار السيادي بإقاف مصابقات الناشئين ونتمنى ونتمنى إن شاء الله العودة قريبا بإذن الله معايا الأستاذ محمد نادي من نادي سمسطة أحد أندية القسم الثاني بمركز بني سويف اللي محق النتائج طيبة جدا في دوري الممتاز به بدون أي إمكانيات نهائيا أهلا وسهلا أستاذ محمد أهلا وسهلا بك أستاذ عحمد تحيات الشخص الكريم وتحيات المشاهدين الكرة كلمنا كده عن نادي سمسطة بالرغم من قلة أو لا يوجد حتى ما فيش كلمة قلة الموارد لا يوجد إمكانيات نهيا ومحقق برغم ذلك محقق نتائج طيبة أولا يا كابتن أحب أبارك لأول جمهور النادي الأهل العظيم ثلاث نقاط مهمة في بداية المشورة للفريق للنادي الأهل وتصدر المجموعة مبروك لجمهور النادي الأهل العظيم وأتمنى نشوف الكتبان الكرة المصرية في النهاء إن شاء الله فريق مركز شباب سمسطة يا كابتن مفيش دعم خالص يا كابتن من رجال الأعمال في بني سويف فريق يعاني يا كابتن مفيش صفقات مفيش لعيبة يا كابتن مش عارفيني يوسف ومجفعات لعيبة يا كابتن اللاعب الفراع بتعاني يا كابتن ماديا وما فيش تريعين خالص من بني سوف يا كابتن فأتمنى أن رجال أعمال بني سوف ورجال مجلس الشعب يا كابتن أنهم يدخلوا لنادي مركز شباب صمصة فريق كبير فريق عنده طموح كبيرة أنه يقدم كرة ويكون في مكانة ممتازة في المنتز به وإن شاء الله نتمنى أن نشوفه في الممتازة يا كابتن بالنسبة بقى كابتن لنادي بني سوف يا كابتن نادي بني سوف يا كابتن نادي جمهير له شعبية كبيرة يا كابتن أحمد في بن سوف ونادي جمهير جدا يا كابتن الموسى من الماضي كان عندنا لعيبة كتير مميزة ولكن كالعادة كل سنة فرضنا فيهم يا كابتن بكل سهولة وكان عندنا جهاز فن قوي بقيادة الكابتن حسن موسى ولكن لسوء الحظ خسرنا في الأمطار الأخيرة يا كابتن أمام البنك الأهل تماما أستاذ محمد بالنسبة برضو لنادي سمصة اللي هو بيلعب بدون أي موارد طبعا أنتم بتشيكوا أن قلة الموارد فإحنا بناشر من خلال طبعا برنامجنا أنه طبعا فيه نظرة من وضعات الشباب والرياض اللي هي أندية القسم الثاني اللي هي بطبعا مصيف باهظة إذا كانت تنقلات لعبين أو بدلات حكام حتى لو ما فيش بدلات حكام يبقى فيه حتى بدلات لللاعبين شكرا جزيلا أستاذ محمد نادي من نادي سمصة حبيبي من نادي سمصة الرياضي ببني سويف طبعا كان بيكلمونا قبل البرنامج على قلة الموارد فبينجروا المسؤولين لتوفير بعض الموارد بس لتصف على الفريق حتى التدريبات بيتمرنوا بأدوات يعني أليلة طبعا مكافأة فوز أليلة جدا جدا فياريت نظرة من المسؤولين والاتحاد المصر اللي قلت القدم بنادي سمصة أرياضي ببني سويف طبعا ما زلنا في توقف المباريات في في مصابقات الناشئين نتمنى إن شاء الله في القريب العاجل طبعا عودة النشاط وعودة الروح للناشئين لأن قرابة المائة ألف ناشئ طبعا وأكثر يعني يزيد لجميع الدولات إذا كانت جمهورية أو قطاعات أو مناطق طبعا لعبين كطار طبعا عايزين يلعبوا عايزين ينفسهم لأن دخلوا فعلا في جو منافسات فإنت وقفت الجو ده فأكيد طبعا المعنويات نزلت منطقة الأسكندرية لقوة القدم علامات استفهام كثيرة طبعا بالرغم ما كنا كنا بنشيد بمنطقة الأسكندرية لقوة القدم بقيادة الحج عامر حسين والأستاذ حسن إسماعيل المدير التنفيذي بالمنطقة ولكن قرارات غريبة ومريبة وقرارات طبعا ليس لها أي تفسير طبعا حكم المباراة مباراة طلبات المكس والناصرية طبعا الحكم طبعا لغى المباراة إيه؟ أقلق عربية الإسعاف جاءت عربية الإسعاف العربية الإسعاف غير مجهزة غير مجهزة جابوا كمان عربية إسعاف مجهزة قالك لا مش لاعب ليه يا كابتن؟ قالك ده المصعفين قالك العربية المجهزة فيها مصعف وأدي كرنيه نقابة المهن الطبية أو نقابة المهن الخاصة بيه الممرضين تمام؟ أو المصعفين طلع على الكرنيه وكانيه سليم برضو الرجل مش عايز يلعب كادت الجماهير والأهالي بالمنطقة أن يفتقوا بالحكم عايزين يضربوه لو لا تدخل الجهاز الفني والإدارة صاحبة الملعب اللي هم متضررين طبعا بعدوا الأهالي عن الحكم وعطولوا بدلات الانتقال الخاصة به والحكم برضو متعند بقولك برضو مش هلعب المباراة طبعا احنا بنكلم على دلائل وقراء وبالصور العربيتين الإسعاف مجهزة طبعا بالصور موجودين الاتنين كرنيهات المصعفين موجودة أيضا ولكن الحكم له رأي آخر اسم الحكم تامر خميس وبالفعل إدارة النادي طبعا بعدت للجنة الحكامة الرأيسية بتصفصر عن الإلغاء هل الوقت القانوني الوقت القانوني كان أزف اللي هم العاشين دقيقة ولا كان فيه تعند ولا إيه الحكاية ولكن احنا عايزين نشوف الصور بس كده لعربة الإسعاف الإسعاف أو كان نهاتي من المصعفين لا سيبنا من اللي حنعلها على الصور دي بس إيه هاتلي يا ريت بس عربتين الإسعاف اللي كانوا موجودين داخل نطاق النادي جاهزهم لبعد ذلك دي عربتين الإسعاف مجهزتين تماما أنابيب لكسوجين موجودة المصعفين متواجدين داخل عربة الإسعاف أو عربة الإسعاف ولكن الحكم برضو أصر بعدم لعبة المباراة ليه مش عارفين يا ريت برضو تجيبونا كرنهات المصعفين معلش كده كرنهات المصعفين موجودة موجودة طب أيوة تمام غيره دي كرنهات المصعفين يريد بقى بتاع النقابة المهن أيوة ده كرنه معتبط من نقابة مهن إن الراجل المصعف من نقابة مهن أيوة النقابة العامة لمهنة التمريض المصري ويصرح بدخول جميع المنشآت الصحية يعني كرنه ساري من دولة من وزارة الصحة كرنه النقابي ودي اسم الممرض أو المصعف وطبعا مؤهله معحد فن الصحي ده أكيد تمام يعني الراجل مؤهل ودي كرنه المصعف ولكن الحكم له رأي آخر بعدم لعب المباراة هل أنت متوصي ولا فيه بالزبط مش عارفين اسم الحكم تامر خميس حكم مباراة النصرية وطولمباط الماكس طبعا صاحب الملعب طولمباط الماكس اللي طبعا جاب عربية إسعاف مفيش عشر دقايق جاب عربية إسعاف تانية عشان مباراة تتلعب برضو أصر المفاجأة كبيرة بقى إن منطقة الأسكندرية لقرة القدم تشتب نتائج الفريق الأول وقطاع الناشئين وقطاع البراعم حسب تعليمات اللوايح عايزين تفسير لهذا شط ورفع اسم نادي من جميع جداول الفريق الأول بالقسم الرابع والناشئين والبراعم طب السبب إيه؟ السبب طبعا عدم تنفيذ لوائح الاتحاد المصري لقرة القدم ومشكلة عربية الإسعاف طب ليه طب إيه السبب؟ يبا فيه تعند فيه حاجة كده فيه علامات استفهام فيه مصلحة ما بتعند شخص معين لا يبا ما ينفعش لو بتعند شخص معين لا النادي ملهوش أي طبعا يعني مش تعرف ولكن الحج عام الحسين طبعا الأب الروح الليه جميع الأندية هذا القرار يعني يعني يريد بعين الرأفة وعين الرحمة طبعا من الحج عام الحسين يريد بقدر الإمكان يشوف الوضع إيه؟ لكن رفع الاسم من جميع الجداول لناشي ملهة طب البرائم ملهة البرائم كان متوقفة رفع اسم البرائم وإلغاء نتائجها ليه؟ ده البرائم كان ما فيش عربات إسعاف لأن طبعا الدولي بتاع البرائم زي ما أنتوا عارفين كان واقف ما كانش لسه استقنف فتم برضو رفع اسم وإلغاء واشرط بجميع النتائج للقسم الرابع الفريق الأول والناشيئين والبرائم وإيه كمان؟ وغرامة خمس سلاف جنيه طب احنا بنقول له عربية الإسعاف ما جاتش ما جاتش ثلاث نقاط للفريق الآخر ده يعني معلش ده روح اللوايح وروح القوانين ولكن ولكن شطب ورفع اسم النادي نهائيا شطب النادي منطقة الأسكندرية لا تملك بقوله على الهواء لا تملك شطب نادي ورفع اسمه نهائيا وعدم ممارسة لعبة كرة القدم في لجنة أولمبية في الاتحاد المصر لقوة القدم في انذارات للنادي في تحقيق من قبل المسؤولين بالاتحاد المصر لقوة القدم لكن منطقة الأسكندرية ترفع اسم النادي وتشتب جميع نتائجه ورفعه من الجدول إذا كان ناشئين أو براعم أو فريق أول وكذلك غرامة خمسة ألاف جنيها مصيا لغير للأسف الشديد في حاجة الحاجة التانية برضو طرمبات الماكس نادي بمنطقة الأسكندرية لقوة القدم مدرب مواليد 2007 بيقول للحكم حزبية الله ونعم الوكيل حزبية الله ونعم الوكيل على طول الاتحاد المصري بمنطقة الأسكندرية لقوة القدم غرامة 3500 جنيه 3000 جنيه غرامة علشان الـ 500 التانيين بتاع لاعب مثلا خد التلفز بلفز يعني العقوبة جاية فيها غرامة على المدرب وغرامة على اللعب الغرامة على المدرب جاية بنص كده الخطاب الوارد من منطقة الأسكندرية وقوة القدم غرامة 3000 جنيه ده لو الحكم انضرب أو تشتم أنا آسف فأي منطقة عشان دور ناشئين واندها شعبية الغرامة لا تدعد ده المتين 300 جنيه وقف ثلاثة واربع مباريات لكن للأسف الشديد غرامة 3000 جنيه على المدرب عشان قال حزبية الله ونعم الوكيل كويس الله بقى ناشد المدربين وبالأخص المدربين ناشئين بقى لاش كلمة حزبنا الله ونعم الوكيل هقولها في سرك قولها في سرك مش هتاخد غرامة تموك هتاخد حسنات لكن تقولها علانية كده أمام الحكم 3000 جنيه غرامة كتير قوي فطبعا ما ينفعش ياريت نقرأ بالصور صور هذا الاسبوع ده نادي صدق المحلة المتصدر مجموعته في دور القسم الثالث برصيد 28 نقطة وطبعا الكابتن طاري سعيد الموديل الفني عامل شغل كويس برئاسة طبعا محمد الحليبي عاملين شغل كويس فرقة كويسة منظمة فرقة جيدة طبعا ومعاه في المركز الأول مركز شباب كوم حمد اللي ان شاء الله بإذن الله كامرة البرنامج حسافر مدينة كوم حمد وتغطي هذه المباراة ما بين كوم حمد ومركز شباب الحنفين طبعا ده الحارس مويد 2007 حارس مرمى جيد صلاح عبدالله من الحراس المميزين بقطاع البراعم بنادي الزرع الرياضي كابتن صلاح عاطف طبعا من المدربين الكويسين في القطاع طبعا اللعب الأسام واللعب ميسي طبعا أحد نجوم نادي الزرع مواليد 2003 كان عندهم مباراة النهاردة مع نادي التربية والتعليم وفازوا على التربية والتعليم بسبعة أهداف نظيفة في مباراة ودية وقيمة اليوم بملعب الاتحاد السوداني وكانوا نجميني في المباراة كلمنا عن صلاح شوفوا أحد غير صلاح غير ده فريق الألفين وثلاثة بنادي الزرع الرياضي نتائج طيبة طبعا بقيادة الكابتن حاتم الكومي والكابتن أحمد حمد المدربين جيدين مميزين من المدربين الأجفاء الموجودين بنادي الزرع الرياضي طبعا ده فريق نادي ميات البحيرة طبعا فريق يعني جيد كويس طبعا كان فايز النهاردة ولكن الأمطاء الحكم يلغي المباراة بعد تقدم نادي ميات البحيرة بهدفين نظيفين كان معنا الكابتن ممدوح الكواليني طبعا مدير الكورة بالنادي ولكن الهاتف مغلق طبعا من الفرقة المميزة بقدر كابتن أحمد شعبان عاملين شغل كويس في نادي ميات البحيرة ونتمنى طبعا التوفيق والنجاح لهذا الفريق الجيد طبعا ده قطاع البراعم بنادي الزرع الرياضي في معسكر كان في معسكر في طبعا لقطاع البراعم من اللاعبين المميزين زياد علي محمود كمال من اللاعب المميزين المتوجدين في القطاع وكذلك اللاعب الصاوي اللاعب كويس جدا موليد 2008 ده اللي خطعت من بوبارات اليوم ده برضو فريق البراعم بخلق كابتن أشرف هاشم ويد 2008 و2009 مع حق النتائج طيبة مع الفريق طبعا احنا شفنا مشكلة الأسكندرية أو مش عايزين نقوله مشكلة مش عايزين ننسى يعني ايه ولكن هحبنتكلم بصور صور موجودة بعثنا لإدارة نادي المكسب بالأسكندرية أو الترمباط المكسب بالأسكندرية ياريت الحج عامر حسين طبعا الأب الروح اللي منطقة الأسكندرية يعني ينظر ليه يشوف السبب ايه لكن مدرب من هذا النادي غرامة 3000 جنيه ليه ده مدرب ناشين ونادي قليل الموارد عربية اسعاف واحدة جات لا مش مجهزة طب التانية يعني الحاجات ديت يعني ياريت يبقى فيه نظرة ليه إيلاندية علشان انتظام المسابقات بالنسبة لدور منطقة الأسكندرية لكرة القدم طبعا كما معنا الكابتن تامي حسين ولكن التلفون غير متاح طبعا توقف المسابقة كلمنا عنه ياريت نظرة للناشئين عصب الحياة الناشئين هم عصب كرة القدم في مصر هم الأساس هم الأساس نتمنى إن شاء الله من عودة قريبة لجميع قطاعات الناشئين من دور جمهورية لدور قطاعات لدور ناشئين إن شاء الله بإذن الله يعني يوم الثلاثاء القادم قاملة البرنامج حتكون في مدينة كوم حمادة لتغضية مباراة كوم حمادة وملكة الشباب الحنفي في وضوط القسم الثالث طبعا عشان البرنامج بيغطي جميع الأقسام بالنسبة لقسم الرابع أو الثالث أو الثاني من قد وقامة البرنامج بتسافر بدون أي مقابل وبتروح اللي تغطي جميع الأحداث الرياضية وعشان برضو طبعا يبقى إحنا في مصدقية لنقل وتقارير أو عمل تقارير لمباريات القسمين الثالث والرابع انتظرونا يوم ثلاثاء القادم إن شاء الله وبرنامجكم برنامج ملاعب بلدنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة